ننتقل إلى موضوعنا التالي في حلقة اليوم وتتسارع كبرى شركات العالم لتطوير تكنولوجيا سيارات ذاتية القيادة وتم طرح العديد من السيارات الذكية خلال الأعوام الماضية والتي يرى الخبراء أنها تشكل نقلة نوعية في عالم المواصلات وتقنيات السيارات فكيف تعمل هذه السيارات وما أنواعها ومتى يمكننا قيادتها فيصل السيف المختص في أخبار التقنية ينضم إلينا من صومعته صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور والهد والسعادة من الصومع يعني فيصل اليوم الواحد لما يشوف هذه السيارات يقول قبل أكثر من 20-30 سنة يقول هذه بس بأفلام الخيال العلمي اليوم هل بالفعل أنه قيادة السيارة الذاتية وهذه السيارات ستكون منتشرة في القريب ما بيقول العاجل شفت التكنولوجيا مزينة شفت التكنولوجيا مزينة شفت التكنولوجيا مزينة أموري تمام يلا الآن تمام جميل لنتكلمنا على السيارات تقاية القيادة بالفعل هي واقع حقيقي وهذا الأمر الذي يقود للسيارات الذكية كان موجود زمان وتطور التقني ولكن كان محارب من كثير من شركات التقنية أو شركات السيارات أسف وليس شركات التقنية سيارات التقنية هي اللي حفزت الأمر وسيارات ذاتية القيادة سيارات واقعية جاية ووصولة بكم هائل من التقنيات وتقدم لنا خدمة كلنا نحتاجها بصراحة طيب عرفنا عنها أكثر أي المميزات اللي ممكن تقدمها هذه السيارات الذكية هل هي نوع واحد أو أكثر روعة ممتاز السؤال الآن السيارات ذاتية القيادة غير السيارات الذكية فذاتية القيادة هي المستوى الأعلى من الذكاء في السيارات الذكية نتكلم على سيارة قادرة على اتخاذ القرار بالنيابة عن قائد المركبة وأنه هي تصير تضبط أمور القيادة بالكامل مهما صار وواجهت خلال نفس الرحلة على الطريق هذا الأمر يخليها سيارة ذاتية القيادة والسيارات ذاتية القيادة هي الطموح الأمثل نقدر نقول في الشوارع أما السيارات الذكية اللي موجودة عندنا والتي تعتبر مستوى رابع نجي للمستويات بعد شوي هذه السيارات اللي تقدر تساند قائد المركبة في اتخاذ القرارات وأحيانا هي تأخذ القيار بالنيابة عن قائد المركبة وتلاحظوها في بعض السيارات لما تسوي الوقوف التلقائية والوقوف المفاجئ زي اللقطات اللي تقاردين تعرضوها حاليا الوقوف المفاجئة من الذكاء وليس من التلقائية خليني أنا أسألك اليوم ربما إذا السيارة مالت عن الخط اللي لها تعطيك تنبيه في سيارة يمك حتى المنظرة الجانبية أو المرآة الجانبية تعطيك بعض الإرشادات إلى أين سنصل في هذه السيارات وبالتالي يعني ما راح نحتاج سايق تروح سيارة بروحها ويما روح جميل اللي بنوصل له نفس اللي أنت ذكرتهم فقط تشيل منها أنه أنت قاعد تسوق بس هتسير السيارة بالكامل ذات القيادة وبالفعل واقعيا التقنيات موجودة ولكن البنية التحتية هي اللي ناكستنا طب بس حتى أكون وياك فيصل على لينك أنا اسمعني يعني كلب هاوس أضايقك وهني بعد بضايقك بلا سألة اليوم الحادث قد يكون جزء مننا الطريق وجزء مننا خطأ بشري وجزء مننا السيارة شركات هذه شو رح تقدر تجد التوليفة والفورملا الصحيحة اللي تحلنا مسألة الحوادث روعة روعة السؤال الحوادث مع السيارات تلقائية القيادة أقل بنسبة جذرية قصوى تسألني ليش وتقول لي أكيد لا أكيد الناس بتخطأ والسيارة بتخطأ نعم تخطأ ولكن الفرق بأن السيارة تلقائية القيادة في قواعد بياناتها موجود ملايين السيناريوات لاتخاذ القرار منها السيناريوات فالسيناريوات تكون مبني عليها زاوية الشخص اللي جاي يتعرف لها بحادث سرعته من طبيعة الأرض انزلاق السيارة القائد حق المركبة السيارات اللي وراء موجودة هالسيناريوات كلها توجد وتأخذ عليها قرارات حاسمة من السيارات تلقائية القيادة والقرارات لحظية وإن جد جديد وصار سيار حادث عذراً هذا الحادث سبب فيه سيارة تلقائية القيادة السيناريو والقرار اللي تم اتخاذه يرفع للكلاود للغيمة السحابية مما يجعله يتشارك وباقي السيارات تلقائية القيادة نفس السيناريو فتحمي الناس الباقيين من أشباه السيناريو ووجدوا في المدن اللي مطبق فيها السيارات ذاتية القيادة والمسموح في قيادتها أنه 99.9 من الحوادث أمر مبالغ ولكن من الحوادث في السيارات التلقائية القيادة الخطأ فيه بشري وليس الآلة الآلة ما عندها عواطف تتحكم فيها الآلة ما عندها النفسية النوم التعب هي شغالة وتعمل لاتخاذ القرارات هذا الأمر اللي إحنا بعدنا عنه ولو قلنا واقعيا انسلخنا عنه بشكل كامل في موضوع السيارات ولكن نخلينا الجوال يتخذ القرار عننا وعارفين أنه خفف بطارية شغل بطارية ضبطوا مرشحا أريد أن أخذ قرارات بنياب عني في كل حاجة بس أقول لي عن البنية التحتية يعني ذكرت البنية التحتية نتحدث عن كل المدن ولا ممكن في بعض المناطق أو بعض الدول هي التي تناسب مواصفات السيارات الذكية بالفعل بعض الدول المدن هي التي فيها مناسبة للسيارات في القيادة قلنا نقول دحينها ذول زي القائمتين هذه قائمة المدن التي تسير تلقية القيادة فيها مناسبة وتقنية السيارات كمان تحاول تلحق في المدن فكل واحد يوفر تقنيات السيارات ذاتية القيادة يوفرون تقنيات تقرأ أي نوع من أنواع المدن تقرأ الإشارات اللوح السيارات لأنه فيها كمية رادارات ضخمة وكاميرات تشوف كل شيء في الشارع فتعرف أنه هذه إشارة وقوف هذه إشارة سرعة هنا شخص قاعد يركض هنا أرض مسفلة هنا رمل هذا الأمر تحلل السيارة الجهة الثانية السيارات تحط في منظومتها أمور متشابهة مع وضع المدن لمعايير مؤسسة أو أساسية لهذه السيارات الثقائية أجملنا المستويات الخمسة للسيارات أو لا بعد فيه لا بعد فيه مستويات الخمسة هي تلقائية القيادة تسل الحالة تمسك السيارة وتروح نشوف كثير من السيارات الحالة تروح تجي هذه خمسة أكثر اللي في الشارع اللي موجودة عندنا البريميوم الراقية جدا اللي فيها خصائص اللين وما اللين اللي انت ذكرت أخوي عادل هذه نعرف رابع وبعدها تجي السيارات الأخرى نزيل هذه السيارة راح اللي يفحط اللي يريد أن يروح طعوس اللي قحص غيرها هذه ما منها؟ ما يقدر ولا يقدر يسوي فيها شيء زيء طيب فيصل السيف المختص في أخبار التقنية شكرا جزيلا لك يعطيك العافية والله يحمل الناس من حرب الشوارع اللي الحوادث شكرا جزيلا لك